كيف تصف ما حدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن هذه العملية عملية ممكن أن نصفها بعملية انتزاع السيادة سيادتنا لطالما عدت سيادة منتهكة وأجواءنا مستباحة ودون أي مبرر لصمت سياسي سواء كان على مستوى الدبلوماسية أو على مستوى تحريك الميدان الآن بالحقيقة عملية أقل ما توصف أنها عملية رد اعتبار لسيادة أجواءنا وأن الذي حصل هو حق طبيعي يمتلكه العراق للرد والدفاع عن عملية توصف حتى بموجب القانون الدولي أنها أدوان لأن تنتهك طائرة تصنف أنها مقاتلة هي طائرة مقاتلة؟ نعم هذه الدرونات بها تصنيف كتصنيف الطائرات المقاتلة يعني تقدر تشرح لي أكثر عن الطائرة هي طائرة مسيرة يعني مجرد استطلاع لو هي خرق جوي شو تسمى بالعسكر؟ بالحقيقة خرق جوي لأن الطائرة مسلحة لو كانت طائرة تستطلاع نعم يعني بها صواريخ لو شنوزين؟ بها صاروخ تحمل صاروخ موجه وهذا الصاروخ بعيد المدى وخطر يعني يستخدم للعمليات الخاصة أي بمعنى أن الطائرة مقاتلة من حيث التقييم وهي مسلحة لأنه في بعض الأحيان قد يحصل خرق للأجواء إذا كانت الطائرة على سبيل المثال في واجب تدريبي وأخطأت قراءة الخارطة وتخطط الحدود لمسافة معينة يعد خرق ملزم دبلوماسيا لدولة الخرق أن تعتذر من الدولة المخترقة دبلوماسيا لكن العملية التي جارت أن طائرة مقاتلة حلقت في أجوانها تحمل صاروخه بمعنى واجب قتالي وكان المعالجة بالحقيقة تثلج الصدر وآن الأوان أن ننتزع سيادة البلد وأن نقول لدول الجوار جميعا بدون استثناء أن البلد كرامة ودولة سيادة لا يحق لا تتجاوز على كرامة العراق ولا سيادة عادة تطلع حضرتك بعدة برامج سياسية لتحليل الموقف العسكري العراقي من ناحية القصف التركي بالذات أو حتى القصف الإيراني على العراق أحيانا شون شعرت اليوم الطال دفاعنا الجوي أسقطوا الطائرة الترقية بالحقيقة جدا سعيد لأنه حتى أتذكر أيام شباب يعني كانت الطائرات التركية في ذاك الوقت في نهاية عقد الثمانينات كانت تدخل تخترق الطائرة هي الـ L29 والـ L29 نحن ندرب بها طلبتنا بأكاديمية الطيران للمستجدين اللي بعدهم شعارهم خفيف وندربهم بداية الطيران وكانت تخترق تصل إلى 20 كيلو بمجرد أن تصل 20 كيلو أيضا ضمن اتفاقية كان موقعها النظام السابق نحن بمجرد أن تخترق الطائرات يطون استعداد كوكبيت فنركض للطائرات ونحن نلابسين زي قتالي كامل ونبقى بالطائرة إذا اقتربت خطة العشرين كيلو فينطع لنا سكرامبول تيكوف إقلاع فوري والإقلاع الفوري يبدأ يوجهنا نفتح رادار ونفتح صواريخ استعدادا للاشتباك معهم فكانوا هم بمجرد يدركون أنه صار إقلاع فوري ينسحبون من أجوانه أنا الأوان أن نعيد هذا الاعتبار لكن أن لا نكتفي فقط في منظومات الردع الجوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة